جذب 17 مليون ونصف المليون من السياح هدف طموح تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيقه بحلول سنة 2026 وسيبدأ العمل من أجل بلوغه ابتداء من هذه السنة بالاعتماد على خريطة طريق كشف عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش المخطط الذي سيمتد لأربع سنوات مدعوم بميزانية تناهز 580 مليون دولار تمويل ضخم سيسمح بمضعفة سعة النقل الجوي وتعزيز الترويج والتسويق وتنوع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية بالإضافة إلى تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة سيساهم هذا المشروع أيضاً في توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق ما يزيد على 11 مليار دولار كعائدات سنوية وقد عمل الجهاز التنفيذي على إشراك مختلف القطاعات الحكومية في الخطة لتحقيق أكثر النتائج فعالية ويشمل ذلك وزارات الداخلية والسياحة والنقل والاقتصاد إلى جانب القطاع الخاص الممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة وعانى القطاع السياحي المغربي منذ بداية سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلت حركة النقل الجوي عبر العالم لكنه حقق العام الماضي انتعاشة قوية مع إعادة فتح الحدود وتمكن من استقطاب 11 مليون سائح ويعد قطاع السياحة في المغرب أحد محركات العجلة الاقتصادية في البلاد فهو يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر